أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالدراسة المقدمة من قبل شركة المنصورة للسيارات حول المركبات الكهربائية الخفيفة مشيرا إلى أن مثل هذه الدراسات تتماشى مع السيسة الحكومية لخفض الاعتماد على سيارات الوقود التقليدي ونشر مركبة الوقود النظيف بدلا منها جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مسؤولي شركة المنصورة للسيارات لاستعراض خطط التوسع المستقبلية للشركة في السوق المصرية وفرص تصنيع طرازات ومنتجات جديدة في مصر وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لتنفيذ مثل هذه المشروعات حال ثبوت جدوها وفي هذا السياق كلف مدبولي المجلس الأعلى للسيارات والوزرات المعنية بدراسة ما عرضته شركة المنصور لسيارات اليوم بشأن المركبة الكهربائية الخفيفة وموافاته في أسرع وقت بنتائج هذه الدراسة تمهيدا لبحث الحوافز وسبل الدعم التي يمكن أن تقدمها الحكومة لهذا المشروع المهم